الزقائل العزاء مساء الأنوار مساء السرور مساء المساء على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة حديثنا بمسيئة الله لهذا المساء من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بعنوان خطوة الجمعة ونفاق البعض أخواننا العزاء خطوة الجمعة تعتبر المؤتمر الإسلامي المصغر والحج يوم الحج يجتمع به المسلمين يعتبر الاجتماع الكبير فيوم الجمعة من يجتمعون المسلمين يناقشون به أمورهم العامة يعني الأمور العامة والأمور الخاصة اللي تحدث بالبلد يعني اللي تحدث مثلا نقول بالعراق هسا احنا ما نقول البلد نقول العراق اللي تحدث بالعراق من أزمات اجتماعية سياسية اقتصادية وضع عام بصورة عامة يطرح الخطيب الجمعة يطرح الموضوع ويتأمل بالأسبوع الثاني شنه للطبق مما طرح يعني المؤتمر الأسبوع المصغر هو يوم الجمعة من يطرح الخطيب مثلا عن الغلاء أو ارتفاع سعر الدولار يشوف الأسبوع الثاني شنه اللي صار تغير شي ما تغير يأكد عليه هنانا احنا نقول خطبانا البعض منعتهم يعني نقولي نافق نقولي جامل نقول ما نقول على كلنا احنا خطبهم كلها زينة وصحيحة ونقولهم بارك الله بكم من ريد ننتقدهم على موضوعا معين لربما نقول يا ابا تتأكدون على فلان شيء واحنا ما محتاجين هذا شيء يطلع لك واحد يقولك لا يا ابا مو زين دا يحشون على فلان شيء مو زين يقولون على التعليمات على كذا 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 زين احنا نقول ليش خطباء الجمعة ما يأكدون مثلا على تخصيص ربع دولار على تخصيص مبلغ معين من واردات النفط للشعب العراقي اما خمسة وراك او سبعة وراك من واردات النفط تخصص لكل فرد من افراد المجتمع بالعراق لابناء الشعب او ربع دولار عن كل برميل نصدر احنا يخصصون ربع دولار للشعب العراقي احنا نصدر اربع ملايين ونص برميل تطلع لنا باليوم تقريبا مليون وربع مليون وربع نضربها فيه ثلاثين ونقسمها على خمسة وثلاثين نفوس العراق شوفوا شقد تطلع لكل واحد تقريبا ثمانمية وسبعين الف دينار ليش الخطباء ما يتفقون الوقف الشيعي والوقف السني ويحجون بهذا الموضوع ليش ما يحجون ليش ساكتين ليش يحجون فقط على بعض المسائل اللي ما ريد اذكرها حتى ما ريد البعض يتفلسف فيها هاي مخصصات النفط هاي هاي واردات النفط هذا ملك عام للشعب العراقي هذا مو ما لبهاتهم مو ما للرئاسات الثلاثة هاي فلوس النفط هذا فلوس النفط هاي ملكنا احنا احنا الشعب العراقي ولكن ما مترفهين بها ما مترفهين بها شون المترفهين بي كل شي معكم الشغلة الثانية ليش ما ينادون او يطالبون خطباء الجمعة يقولون لهم الرئاسات الثلاثة ومثل ما اخذتوا انتوا كل واحد ستمائة متر انطل بقية ابناء الشعب العراقي ايضا ستمائة متر سواء كانوا السنة او الشيعة ليش تنافقون يا خطباء ليش تدلسون ليش تجاملون ليش تسكتون مثل ما انتوا اخذتوا الرئاسات الثلاثة اخذتوا كل واحد ستمائة متر احنا اهم ابناء الشعب الطونة لو هي هاي ما لبهاتكم ما لخلفكم قلولي لو لكم فضل علينا اخترعتوا الذرة اخترعتوا شون اخترعتوا فهمونا شون تسويتوا هي تشريد الخطباء الجمعة يحجون هاي المسائل هاي المسائل المهمة المسائل اللي نعيش بيها يوميا الموظف يخدم ثلاثين سنة وما عنده سنتمتر بالعراق المعلم المعلمة الكاسب كل ابناء ما عدهم يا اخي ما عدهم متر واحد بالعراق ويقول انت عراقي ويدعوا للجهاد ويدعوا للمعارك ويروح يسترشد وعود نطي مية وخمسين متر هذا حاجة هذا هاي نريد خطبكم هاي هاي اتركوا ما قاله فلان وقاله فلان وقاله فلان اتركوها لتحجوننا عن الحج وعالزكاة ويومية صلاة الليل وما صلاة الليل يا صلاة الليل انا صلي صلاة الليل وبعد شوية يجي يدق الباب علي قبل ايجار يريد اجار انا قوم اصلي صلاة الليل شوية يعني مو بزعت روحنا بزعت روحنا ماذا تخلونا نرتاح ماذا تخلونا اصلا ناخد نفس ما تخلونا بخطبكم هاي الرنانة والصيحون وتعيطون بالماكريفونات بالسماعات احجونا ذن الموضوعين كل اسبوع ايدوها النفس قولوا الشعبي يريد النفط الشعبي يريد خصة من النفط متى الطونة ربع دولار خصصوا خمسمائة دولار كل فرد كل عراقه الى خمسمائة دولار كل شهر غصبا عليكم مو مالب بهاتكم مال الحلبوسي هي مال العبادي مال المالكي مال من مال من مال من يقولولي مال من هي مو مالب واحد هذا ملكنا ملك الشعب مدى الطونة اخذتوا زين هاي وحدة شغلة ثانية يا جماعة الخير يا جماعة هاي العمارات والبنايات ده تطوها استثمار هاي مو عارف عراقية مو عارف عراقية غير احنا نتمتع بيها مو أنا عراقي غير اتمتع بلدي انتو ده تطوها الشركات ده تبني شقق السقق ب 450 مليون وب 350 مليون منين نجيب قولولي منين نجيب فهمونا هسه حتى لو نروح نبوك هم ماكو ماكو مكان ماكو مجال نبوك لين انتو بكتو كل شي بكتو سيطرتو على كل شي انتو بعد ماكو مكان نبوك عليه ماكو مكان نبوك من عنده يعني ماكو مكان هذا اللي نتمنى من الأخوة الأفاضل الشيوخ الشيوخ الوقف السني وشيوخ الوقف الشيعي وغيرهم 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 ان يركزون على نقطين هي تخصيص مبلغ من واردات النفط وتوزيع قطع أراضي مثل ما أخذوا الرئاسات الثلاثة هذا اللي نريده ويسعد مساكم مساء الفلو الياسمين للجميع اشتركوا بقناتنا وفعلوا جرس الاشتراك ونقولكم مع ألف سلامة وعاش العراق اشتركوا في القناة